اهلا الغزالة ديالي كديري اللبس عليكم كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير انتما كتشاهدوا هادلا فيديو هادي اليوم الغزالة ديالي ان شاء الله غنشارك معاكم روتين كامل للعناية باليدين ان شاء الله واحد ثلاثة الوصفات ديال تقويته وتطويل الاضافر فيديو ديال اليوم مميز بزاف بغيتكم تركزوا معايا فيه كيفاش نخليوا ايدينا بايدين كلهم انوطة وجاذبية ونعومة كيف كتعرفوا را كتعبر على جمال وانوطة المرأة من ايديا كتعرفوا شما هاليا فراسة ولا لا شكون فيكم فهد الوقت اللي ايديه ما ناش فينش وما معشرينش شكون بحالي ما كترتاحش من اللي كتكون دير اللي كتزلق حولها المماعن المهم بالنسبة للأيدي اللي كيتحرقهم من الشمس او من المماعن شغل ديال الدار البرودوية اللي تهتيما منك كتولي محروجة وانتية خارجة ما كتكرهيش تخليهم هاد الكلام كله سيه غادي نعطيك واحد الروتين من اسهل ما يكون ان شاء الله غادي يديريه وتبعيه وغا تراجعي ترحمي ليه الوليدين وان شاء الله وغا نعطيكم واحد الوصفة اللي غا تحيد لكم الاسميران المفاصل وغا توحد لكم اللون ما بغيت منكم غير دعوزوينا كنحاول نجيب لكم احسن واحدة الوصفات ومن حقي حتى انا انكم تقولوا ليه تجربة ديالتكم وما تبخلوش عليها في التعالع المهم اول حاجة غا نبدو بها وهي الخطوة الاولى وهي التعشير ضروري الغزلات ديالي من التعشير قبل ما نبدأ اي حاجة معاكم الو في الوصفة ديال الوجه الوجه او لو في الوصفة ديالة اليدين غا ناخدوا واحدة الكاز ديال ما يكون ما عادي من الروبيني وغنضيفو ليه معاي القاة كبيرة ديال السكر حبيبات وكيف كتعرفو السكر حبيبات راكي اشر طبقة العلوية ديال الجلد وتيناعم البشرة وكيخلصها من الخلايا الميتة وتياخر علامة شيخوها سافي غنضو نحركو شوية غريدو بمعانا غير شوية وغنضيفو ليه نص اه تقريبا نص عصر ديالة الليمون غناخدو نص ليمونة اولا حامض وغنعصروه في هدك الماء وكيف كتعرفو الليمون راكي عالج البقعة داكينة وكيف افتحها اللي عندك تشي حبيبات في الايدين ما كيخليهمش كيحارب علامة تقدم اللي كدها الظهر على الايدين كيحيد لك الاسمرار اللي كتكون اللي كتتعرضي من كترة اشعة الشمس كيحيد الخلايا الجلد الميتة ولي عندك حتلمثة مفتوحة في البشرة ما كتبقاش كيساعد في التوريد وتوحيد اللون ديالها وكيعطى اكتر اشراع صافي غناخدو هاد المؤشر غنديرو هاكا غنفركو بايدنا من هاد المؤشر غتحسوا بواحد النعوم وبواحد الرطوبة في ايد ديكم وما تنسوش حتى المفاصيل ديالكم صافي هانتو ما بها تشكل هادا كيف كان دير انا غتخلي تعريبا واحد جوجد عيه صافي وغتاخدي ديك اللي نص ليمونة او القارث اللي عفرتي في الماء صافي وغتبدي تحكي بها المفاصيل ديالك والايد ديولك الضفران ما بين الاصابع ما تخلي تشي مكان ايد ديك من تحت من فوق كل هاد وريبيها المهم ان شاء الله هاد الروتين هادا من اروع واحسن للروتينات اللي كندير انا ان شاء الله ما كيخليش ايد ديها نهائيا عشرين وكيخلي واحد الرطوبة في الايد دي رائع بزف 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 بغيت منكم غير دعوات الخير وهاتش اللي بغيت المهم من بعد ما كتغسلي ايد ديك شوفي هانتو ما هنا غسلت ايد ديها وجيت نوريها لكم وده بان شاء الله غندوزو الخطوة التفتيح الماسك ديال التفتيح سهل من اسهل ما يكون غير لما بغيتيش المهم غناخدو نص الليمونة التانية او الحامض اللي بقت عندنا مع النشا وكيف كتعرفو راح نشا راح كيوحد اللون كتقدي على التصبغات اللي كتكون عندنا في الجلد غنية بمضادات الاكساد اللي كتحارب السرطان فيها نسبة كبيرة من الاليف كتبيد وكتوحد لك اللون غنبقوا بهذيك نص الليمونة وكنحطو في النشا الدورة وكنفرقو وما ننسوش المفاصل هذي غتفتح لكم المفاصل وغتفتح لكم الايد وغتوحد لكم اللون صافي كانت قاو نحطو في النشا ونفرقو في الايدين وكتعصري شوية وانتي كتفركي وكتعودي تحطي في النشا وانتي كتعصري شوية من ذاك الليمون وما تنسوش ايدكم من التحت من الفوء الجوانيب المفاصل بالايدين حد الضفران ما تنسي احتش بلاسة من اروع واحسن الروتينات غتخلي لكم واحد الرطوبة واحد اللامعان في الايد ديالكم وغنشارك معكم واحد الكريم اللي صنع منزلي مواد طبيعية مفيش مواد حافظة كتديريهم الليل الليل كيعطك واحد الرطوبة للايدين ديالك وكيساعد حتى في التبيض وتتوحيد اللون ديالها المهم كنخلي تقريبا واحد خمسة دقائق وكنوصل ايد ديال هانتو مشوفو ايد ديال واحد تفتيح واحد البياض رائع بزاف هانتو مشوفو على عينيكم المهم وده بان شاء الله ندوزو باش نشارك معاكم الكريم الليلي رائع بمكونات ساهلة غناخدو شبواطة بحلاكة غنضيفو لها العسل معايا القصغيرة تقريبا العسل العسل اللي ركيت تعتبر من افضل مواد اللي ممكن تديريها في الخلطة الطبيعية كيحتوي على دهون صحية تيرطب البشرة الجافة وبروتينات كتغدي ايد ديك في مضادات الاكسادة اللي كتخلي البشرة تنفس وحلي برا في حمض اللي لاكتيك كمادة مبيضة طبيعية كتساعد في طبيعي اللي يبدين سافي غنخلطو داك الكريم معانا مزيان سافي وغا تبقى يدهني بيدك من الليل الليل ما تديريش كمية بزاف لانه ما فيش مواد حافظة سافي غا تهديك غا تحتفضي في الباب ديالتلاجة ومن اللي قبل ما تناسي كتاخدي منها من اللي كتسالين مماعا وكتسالي الشقة هادا روتين ليلي كتسالي كتبقى تناسي كتاخدي منها وكتدهني ايد ديك وبالنسبة للتأشير ديرو جوج مرات حسال ثلاثة في السيمانة هاكا باش كتحصلوا على ايدين ناعمين ورطبين وبيبضين وزويونين مهم سافي هادا غا نحتفض بي في الباب ديالتلاجة من اللي سالي نعود واحد اخر تقريبا را ما غا يطولش معاكم را غا يديلكم اربع ايام حسل خمسين وبالنسبة لهاد الروتين را ممكن تديري حتى على ايد ديك عفون على رجليك اركابيك من اي مكان عندك فهم فيهم الاسودات وداب ان شاء الله غا نشارك معاكم وصفة الاضافر الوصفات غا نشارك معاكم عدة وصفات ديال الاضافر غير هو را المكوه الرئيسي را هو الليمون غير جيبوا الحامض وهي الحامض هانتو ما شوفوا دفراني انا را لاحتو كنقطعهم را ما تنخليهمش حكم الصالة الوليدات الطياب شغل الدار ما كنخليش الدفران انا وانا ما جربت هاد الوصفة بثلث ايام قبل وقلت نشاركها معاكم وهانتو ما شوفوا دفراني را غي في ثلث ايام راهم طوالوا تبارك الله غناخد هاك غناخد شزلافة غندير فاك نصف كاس ديال الماء وغنعصر عليها الليمون الحامض غنعصر عليك الليمونة كاملة را قلت لكم راها بطل الحلقة ديالتي اليومة ديالتي وهو القارس وغناخد هادك اللي بقى هادك الليمونة اللي بقى غنزيد فوحة معايا لقديلت الملحة وغن فرك بهاد دفران دياولي غن فركهم مزيين ما كيخلي لي باكتيريا فى الدفران نيهائيا ما كيخليش تك لباكتيريا اللي كتكون عندك فى الدفران ما كيخليش دك الاسفرار ك يوحد اللي كي حيدلك تلك الإسفرار اللي كيكون فى الدفر كيقويم وكيعطيهم لماعن غنب فيتامينستيgoالسيوم الحديد اللي كتزيد فعيد فى تطويل الاضافر ونعمه وكيحيد الاوسخ صافي وغنرى أحدهم مزيان في ذا كلمة مزيان بحل هاكا صافي من بعد غنمشي غنشارك معاكم أها الوصفة الرائعة اللي كتطول الأضافر فعلا كتطول الأضافر كتنبتهم من جدر إلي ما عندكش الدفران كوني أكيدة غتنبت الدفران من جدر صافي غنناخد أصفر بيضة هناخد أصفر بيضة رأى أصفر بيضة فيه نسبة عالية من البروتين والبروتين من المواد الأساسية اللي كتكون منها الأضافر والشعر صافي غنضيف عليها معايا لقدية العسل والعسل لتتطرطب الأضافر وكيخلصك من البقع الصفراء وكيقلل من نمو البكتيريا اللي كتسب في تكسير وتأسف الأضافر صافي غنخلط المكوينة مزيان رشوفوا من الأرواع للوصفات اللي كان أعطيكم أرواعهم ما غتلقاوش أحسن مكين صافي غنضيف عليهم تقريبا واحد معايا أكبيرة ديلة الحامد را قلت لكم بطل الحلقة ركيح هيد الأسفرة اللي كتكون في الأضافر ركيقويهم الحامد صافي غنخلطوا الوصفة مزيان معنا بحنماكا وغناخدوا بوحد لمعايا وغنضون حطوه على الدفران دينا أنا ما غتقوليش اسميتوا البيض غتقريح دسفورة ما تخافيش نهائيا غتغسلي ديكم غتبقى تشي حاجة غير انت حاولي تفركي الدفران ديو لك وتحاولي تدخلي الوصفة الدفر وما بين الحم شوفو كيفاش كندير حتى أنا صافي وغتخلي الوصفة تقريبا عشرة دقائق وتغسليها ها كبركا كتفرجي في شي مسلسل وحط الوصفة قدامك في شي بلاتو وفركي بعض في راتك وصافي وغسلي إيديك بالنسبة لهذه الوصفة الأولى التانية عفوا الوصفة الثالثة غناخدوا التوم التوم را رائع كيقضي على الجراتيم والميكروبات اللي كتكون في الأضافر كيعطيهم واحد الأول وكيحفزهم عن النمو وكيحافظ عليهم من التكسير هادي من أروع الوصفات اللي كتعجبني أنا شخصيا هادي كتعجبني بزاف هاد الوصفة صافي غنحكو توم في شي حكا كهكا تكون أرقيقة صافي وغنجيبو واحد زلافة وغنديرو فيها ديكتومة اللي حكينا وغنضيفو لها واحد نصف كاز ديل الماء غير شوية واحد ثلاثة المعاي قد كبار ديل الماء صافي وغنعصر عليها واحد المعايير أكبيرة ديلة الحامض صافي وغنحطو في هالأضافر دياننا هاد العملية كنديرها وانا كنكون قلسة هاكا كنتفرج بشي حاجة صافي وكنفرك بها الضفران ديولي وجناب تحت الضفر ما كنخلي حتيشي مكان نهائيا هادك ثوم هادك شو كنحك بي تحت اللحم ما كنخلي حتيشي بلاسة جناب ديالأضافر حتى لا كينشي بكتيريا وليش حاجة ما كتبقاشي ميكروبات شي أوصاخ ما كيبقاش نهائيا وثومة كتعطيهم القوة كتحفزهم عن نمو وكتحافظ عليهم من التكسير صافي وغنشارك معاكم واحد الحيلة بسيطة كتقود دفران زوينة بزاف ديرها أنا شخصيا غنشاركها معاكم بالنسبة للنساء اللي كيتهرسوا لهم ضغي دفرانهم صافي كنجيبو ثومة بحل ما هاكا غير شي راس يكون صغير صافي وكنجيب شي كاس درت لها أنا صافي وكنقشرها واشنو كندير كناخد لاباز ديل الدفران عوض ما تشيرو ديك السباغة اللي كنديرت قريبا 150 درهم أنا كندير غير هادا ودفراني ما شاء الله كناخد لاباز كنديرها فيه هانتو ما شوفوا رايا كينا فيه الداخل شفتوها صافي وكنها بهاد لاباز هادا كانت بقى مرة مرة نصبغ دفيراتي بيه ما سيبن موالو وتيحت او حد لمع عوض فران زوينين هانتو ما صافي وغتكون هادية نهاية الفيديو كانت من الفيديو دي اليوم ينال الاعجاب ديالكم طبعا وجبت لكم من احسن واروع الوصفات ما كان بخلش عليكم بالوصفات وكنشارك معكم اي حاجة وكنعطيكم شي حاجة من القلب وربي شاهد علي المهم اي تساؤل او اي استفسار مرحبا بيكم عندي في الانستغرام نفس الاسم عالمنادي ام اسيل هانتو ما شوفوا دفيراتي ان شاء الله هنطلعوا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة تحت طلب ديالكم ان شاء الله ما تنسونيش من ليلاك وبغطاج الفيديو وشكرا بزف بزف عن المشاهدة ومع السلامة